في نيويورك يختفي صخب منصات التواصل والتنافر الذي يثيره الخلاف على الأرض حيث طاولات دبلوماسية تتسع للقاءات اللغة الرسمية والحديث عن العنوين الرئيسية في القضايا المشتركة بين الدول ففي الدورة الثامنة والسبعين كان لقاء رئيس الوزراء العراقي والكويتي قائما على ملف اتفاقية خور عبدالله تلك التي أشعلت أوراقها الكويت بحجة رفض قرار المحكمة الاتحادية القاضي ببطلان دستورية اتفاقية الملاحة البحرية نهج بغداد في تلك اللقاءات التأكيد على بناء تعاون منتج وشراكة دول جوار تعود بالمنفعة على البلدين يقرأ مراقب طاولات الحوار في نيويورك ما يروم إليه السوداني بالسعي لاتخذ طريق التهديئة وترطيب الأجواء الدبلوماسية بما ينهي ملفات أزمات متراكمة في ذات الملف التي رفضت الكويت القناعة بقرار الحكم الإراقي كان للسوداني رسالته الواضحة التي تتمثل بنهج بغداد فيما تبحث عنه من استقرار واستمرار في العلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات أما فيما يتعلق بالملف الأكثر خطورة في السياق الأمني الذي يعانيه الإراق تحديدا بمنظور غياب الاستقرار بسبب الإرهاب تارة وسلاح المنفلة تارة أخرى يقرأ مراقبو العلاقات العراقية الإيرانية على أن لقاء السوداني بالرئيس الإيراني حمل رسائل توطيض العلاقات برسالة إيرانية تبحث عن النائب التوتر وإن كان حدوديا هذه المرة إلا أنها تسعى كذلك إلى النائب العراقي سياسيا واقتصاديا عن أي مصادر للتوتر الأمني بين البلدين ورقة التهدئة وبناء العلاقات طريق العراق اليوم أكثر من أي وقت مضى يتطلب بحسب محللين من الحكومة العراقية تعزيزه بأفعال على الأرض سيما مع وجود تحديات جسام لا يمكن للعراق أن يحقق في ظلها أي تبعود عن مشاريع استثمارية بشراكات مع دول العالم المتقدم